من الأمور البسيطة عندما يأتي شخص ويحرم على نفسه نوع معين من الأطعمة أو من الأشربة مثلا يشد على أهل بيته في المباحات يعني يقص عليهم في التعامل يقص عليهم في الاحتراز من أشياء مثلا غير طبيعية مثلا غير محرمة غير محرمة مثلا عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يخطب مثلا رأى شخص قائم في الشمس واقف فسأله أو سأل عنه فقالوا هذا فلان نذر أن يقوم فلا يقعد ويعني يقف في الشمس ولا يستضل ويصوم ولا يفطر فقال مروه فليقعد ويستضل ثم بعد ذلك يعني يتم صومهم يتم صومهم عندما جاء ثلاث أشخاص لبيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحدهم أني أصوم فلا أفطر والثاني قال أصلي فلا أرقد والثالث قال يعني لا أتزوج النساء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال أني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء حتى في العبادة يعني كذلك يعني أن الناس سبحان الله يظنوا أن الاكثار من العبادة وكذا هذا تقرب أكثر من الله حتى في هذا النهر رسول الله عنه بالغة نعم هو تقرب من الله سبحانه وتعالى لكن بشرط ألا يؤدي إلى الخلل بأمور أخرى عندما جاء مثلا يعني شخص جاءت مرأة النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت له من زوجي أنه يقوم الليل نعم ويصوم النهار يعني أولي عمر بن الخطاب فعند ذلك يعني عرف مرادها أن هذا الشخص لا يهتم بنفسه ولا يهتم بزوجته وإنما طول الليل والنهار هو في عبادته أصار في تقصير أسري أصار في تقصير في حق الزوجة في حق الأولاد فلذلك نهاه عن ذلك وكان الذي حكم بالواقع هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه لذلك نستذكر حديثنا بالسلام يقول أن لنفسك عليك حق ولزوجك علي حق ولربك عليك حق فأعطي كل الذي حق إن حقه أنا أعبد الله سبحانه وتعالى لكن في الوقت نفسه لجزء من الحياة الدنيا يجب أن أقوم بها أولادي كذلك لهم حق زوجتي لها حق أقاربي لهم حق فلا يطغى جزء على جزء